أهلاً أحبائنا مشاهدينا أحب أكد في هذه الحلقة أن الصليب يعبر عن شجاعة يسوع المسيح حتى ولو أن المسيح صلب من ضعف كما يقول رسول بولوس إلى كنيسة كورنتوس الثاني إصحاح 13 والآية 4 ولكن أحبائي واضح من الآيات العديدة والتفاصيل الكثيرة نحو صلب المسيح تؤكد مصداقية المسيح والمسيحية فنحن نتحدث عن مئات الشهادات التي تثبت صلب يسوع المسيح والغريب الذين يتهموننا بهذا الاتهام لا يوجد دليل واحد دليل واحد دليل واحد يثبت عكس هذا الشيء فإذا أنا مرات أقول نفسي أن الشخص يجي معاي على مدينة القدس ونبتدي بالتفاصيل الدقيقة من وجود يسوع في مدينة أورشاليم إلى الصلب الأحداث والتفاصيل والتحركات والأماكن الجغرافية والسير يسوع المسيح إلى الجلجة يعني شيء مذهل وعجيب جداً كم التفاصيل الهائلة في هذا الموضوع وطبعاً إحنا اتحدثنا كتير عدة مرات عن براهين الصلب أو الصليب وأهمية الصلب وإيه اللي ممكن نتعلمه من خلال هذا الصلب ولكن تركيزي في هذه الحلقة هو أن المسيح ذهب إلى الصليب وهو عالم بهذا الأمر من اللحظة الأولى من خلال تجسده أنه جاء لهذا الغرض لموته على الصليب ولكن خليني في البداية أستعرض هذا الموضوع أول شيء النبوات العديدة التي أنبأت بمجيء المسيح ليموت على الصليب خليني أقول أحبائي في رموز في ذبائح في نبوات لا حصر لها في العهد القديم التي تنبأت عن مجيء المسيح وأن المسيح سيكون الأضحية أن يقدم نفسه كحمل الله بلا عيب وهذا بتشوفه من بداية سفر التكوين عندما قال الله أنه سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية وابتدأت النبوات من آلاف مئات السنين مثل إشعياء سبعمائة سنة قبل الميلاد داود النبي ألف سنة قبل الميلاد والشيء الغريب في مزمور 22 والعجيب أيضا وإشعياء 53 وكأنه يصور أحداث الصلب ومنظر الصلب كأنك أنت بتتفرج على أحداثه من خلال النبوات ما أكثر النبوات التي تمت في صلب يسوع المسيح ويقال أنه أكثر من 34 نبوة تمت في يوم واحد فقط في أحداث الصلب حتى ولادة يسوع عندما بشر الملاك مريم ويوسف أيضا قال أن المخلص اسمه يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا طبعا بيتمشى مع الآية في العهد القديم أنا الله وليس مخلص آخر في العهد الجديد في أعمال الرسل إصحاح أربعة والآية 12 مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن يخلص هذا التايتل هذا اللقب والصفة والعمل والطبيعة لا توجد في أي شخصية أخرى أن يقال عنه المخلص فمثلا موسى كان مخلص أو منقذ أنقذ شعبه من العبودية من أرض مصر ولكن المسيح جاء ليخلص من عبودية الخطية من بداية التاريخ حتى آخر واحد قبل مجيء يسوع المسيح ثانية حتى النبوة من سمعان الشيخ قال للقديسة المطوبة مريم مريم العذراء سيجوز في نفسك سيف بيتكلم عن أحداث الصلب موسيقى